اشتركوا في القناة في مطالب اخرى بيطالب بيثور ام لها في مطالب اخرى وطبعا المطلب اللي اعلن بقى في الايام اللي فاتت وثيقة السلمي المطلب ده اللي بيتبنى طبعا القوى الاسلامية المطلب اللي كان قبل كده الجمعة دي مخطط لها من زمان اللي هو المطلب الواحد هو تسليم السلطة في عدد من الليبراليين في 6 ابريل نزلة وفي حركة كفاية وفي اتحاد شعاب السورة مش اقتلافش بالسورة رفض ان هينزل النهاردة دول كلهم بيطالبوا تسليم السلطة في موعد اقصاء اخر ابريل يعني انتخب بقى رئيس جمهورية كل حاجة وننتقل طبعا موضوع صعب شوية يعني عمليا صعب قوي على الارض فالخوف بقى كل خوف بقى ان يحصل اشتباك ما بين الجهاتين طبعا احنا نتمنى ان ده ما يحصلش لان احنا بنطلب الديمقراطية فالديمقراطية ان كل واحد يطلبه اللي هو عايزه يطلبه هو حصل بالليل اشتباكات كلامية اشتباكات كلامية بين شباب الثورة وبين شباب الاخوان احنا اللي عملنا الثورة احنا اللي حميناها القصة ديت فربنا يسهل النهاردة وتصير الامور هادئة وتبقى نقول مثلا تظاهرة تظاهر سلمي ضد وثيقة سلمي يعني ياريت نقول كده ضد وثيقة سلمي ياريت لان في الاخر مصلحة مصر هي لفوق الجميع يعني عايزين نخلي خلافاتنا على جنب كلنا وهم حاجة مصلحة مصر نروح لجريدة الاهرام واجتماع الحكومة والاخوان والسلفيين يفشل في منع مليونية اليوم تفاصيل الخبر تفاصيل الخبر هي طبعا ما فيش يعني فيش حاجات رسمية صدرت من مجلس الوزراء ما تقالش الكواليس ايه لسه ما ظهرتش اللي حصل في الاجتماع لكن من وضعنا ما حصلش اتفاق هم كانوا محتاجين بيان مكتوب بالتعديلات ديت التعديلات اللي هي اتفاقوا بيها مع الدكتور عالي السلمي على تعديل مادة ستسعة وعشرة وتعديل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور فعايزين حاجة مكتوبة حاجة ملموسة ومكتوبة واضحنا هم ما اتفاقوشش عليها ممكن كنا تشتاقوش اصلا على التعديلات كلها لكن عايزين بيان مكتوب اختلف ممثل الاخوان وممثل السلفيين وطلعوا احنا هنكمل المليونية واحنا مستمرين وهم كانوا اصلا موجودين من بالليل يعني اثناء الاجتماع كان شغال والمليونية شغالة وخيام كانت تتحطت امبارة من الصبح من بدري والمنصات اتنصبت كلها ودلوقتي خلاص الدنيا ماشية الصبح اللي الجنة الشعبية نزلت وخلاص المليونية خلاص بدأت اما يمكن هو الميدان خلاص تقفل من امبارة استعدنا لمليونية تحرير النهاردة طيب بس خلينا نقول ان يمكن دلوقتي فيه انقسام على حول وثيقة السلمي ما بين الاخوان المسلمين والسلفيين ما بين القوى البرالية هل فيه مطلب معين للقوى الاسلامية بتعديل بعض البنود في الوثيقة أو على نقدر نقول على الصعيد التاني أو على مناحة التانية القوى البرالية بتطالب برضو ببعض المطالب في الوثيقة ولا كلهم متفقين على نفس الراقل القوى الاسلامية اختلافها الرئيسي على كلمة دولة مدنية ده من الاول خالص يعني حتى من جميع لقاءتهم على المجلس العسكري ومع كل هاجة اختلفين على كلمة الدولة المدنية يقولوا احنا مش شايفين لها اي اعراب يعني موقع من الاعراب هم شايفين كده الدولة المدنية دي مع انها ضد الدولة الاسلامية فده اختلافهم الاساسي على الوثيقة القوى البرالية فيه بعض القوى البرالية بتشارك يعني فيه فيه حزب العدل بيشارك وإيه مطلب القوى البرالية من الوثيقة مطلبكم طبعا موضوع المادة تسعة وعشرة اختصصات القوى المسارحة لكن معظم القوى البرالية والقوى الاشتراكية موافقة على الوثيقة ومؤيداها وتقول لا داعي لأي مظاهرات وان كل الكلام ده يحدث فتنة في البلد الحزب الوفد الأحزاب الورية والتجمع والأحزاب الاشتراكية كلها مؤيدة الوثيقة ورفضة النزول للمدين كنا منتمنى طبعا ان كل الناس تلتفة حول بناء مصر الجديدة أكتر من احنا نتخاني على الحاجات دي عندنا كمان خبر تاني آلاف يقتحمون بابنا البرلمان الكويتي للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء تفاصيل الخبر تفاصيل الخبر انا اتمنى ان احنا ما نسمعهوش عشان ما ننتقلش داعنا في البرلمان المصري لا ان شاء الله يعني هو تفاصيل الخبر بعض المظاهرات حصل قمع لأحدى المظاهرات الشباب اللي بتطالب بإقالة رئيس الوزراء وفي نفس الوقت بيطالبوا بردو بحل البرلمان الكويتي حصل احتكاكات وكده وبعد القمع اقتحموا مبنى البرلمان بس الحمد لله لم يحدث شيئا يعني بعكر صفه كانش فيه جلسة مثلا شغالة ما فيش اي اصابات اقتحموا البرلمان وقالوا احنا عايزين نطالب مطالبنا بالموضوع الدين امير الكويتي أجل بقى ايه ام مطالب اللي اقتحموا البرلمان الكويتي كانت ايه مطالبهم هي اقالة الرئيس الوزراء وحل البرلمان الكويتي وطبعا ده مش مش محدش موافق عليه كسلطات كويتية يعني الامير الكويتي عقد اجتماع طارق للحكومة واجل جلسات البرلمان لكن ما فيش حاجة بينه ان الحكومة هتتجاوب مع حد من المتظاهرين هو caríll من percentage جديد segunda المجتمع الكويتي يعني كبير امه شوية خواسيات savage جلسات عندهم بتبقى سخنة شوية وكتير اوي بيحاول قبل كده اسقطوا وزراء .. قبل كده عندهم اب cual المتظاهرون الكويتي لا لاب ممكن يكون البرلمان نفسه حياوي شوية امه يعني احنا بنشوف ذي الدولة اوی امك هو ااة يعني كتيراسدا كتير اوي بتتحس ان الحكومة البرلمان عنده ممكن يكون أقوي من الحكومة لكن احنا عندنا للأسف طبعا طول عمرنا الحكومة هي اللي بتقود البرلمان ده صحيح نروح لجريدة الأهرام والخبر بيقول العزل من الوظيفة والحرمان من الحقوقات السياسية لمن أفسدوا مصر حسن الخبر ده عام يعني محتاج أعرف تفاصيل أكتر ورساد المشاهدين كمان يعرفوا تفاصيل أكتر عن الخبر هو القانون ده اللي هو كان اسمه قانون الغدر أو قانون العزل السياسي كمان أو العزل السياسي هو سمي بقى بتسمية تانية يعني هو هيبقى تغير اسمه وبقى اسمه قانون إفساد الحياة السياسية ده القانون ده اللي ناس كانت منتظروا أن يطلع قبل الانتخابات طبعا بياخد وقت شوية طبعا علشان في لجاند شريعية في وزارة العدل اللي بتدرس الموضوعات ديت هو خلاص المجلس الوزراء انتهى يعتبر انتهى منه وحاله للمجلس العسكري القانون ده هو الناس متخوفة أن الفلول مثلا هيدخلوا الفلول حتى لو دخلوا ممكن يسقط عضوياتهم يعني ما فيش أي مشكلة خالص بس هياخد وقت طبعا لأن لازم حد الأول يرفع قضية أو النائب العام النفسه يحرك الدعوة ولازم النائب العام يحقق في القضايا دي كلها وبعد كده يحلل لمحاكم الجنايات وتاخد بقى إجراءاتها القضائية بالطعن بتاعها أنا متخيل أنه ممكن ياخد سنة أو سنتين عشان نسقط عضوية النائب بس هل فعلا زي ما حالك بتقول أنه لو ده معناه أن حتى لو الفلول النظام السابق دخلوا البرلمان الجديد لمصر هل ممكن فعلا تسقط عضوياتهم بعد ما يتم تفعيل القانون ده؟ هذا على طول مباشرة أي حد هيرفع قضية أو أنها بالعام يحرك الدعوة على طول هياخد الإجراءات القضائية فقط وهنا عاملين حد أقصى خمس سنوات للعزل السياسي يمكن أن تكت من المطالب الرئيسية في البداية خلصا هي حد أقصى يعني أنا شايف أنها حد أقصى يعني أنا ممكن تبقى سانة تنين تأتي سلطة تقديرية للقضاء المصري هتبقى هو فعلا القانون ده موجود على يمكن مائدة المجلس العسكري دلوقتي صح أه تبعت تقريبا بالأمس نتمنى إن شاء الله يعني تفعيل قريب خلانا نروح لجريد المصري وعلم السعودية يظهر في شبرة 29 مصابا في اشتباكات بين المجهولين ونشاطاء أقباط أثناء مسيرة إلى التحرير يمكن مبارح كانت الزكرة الأربعين كانت زكرة الأربعين وكانت يمكن دي كانت مسيرة وكانت هتنضم لها مسيرة تانية يعملوا احتفالية نيلية كانت مسائن يرموا ورود في الماء حاجة زي كده لكن المسيرة طبعا اتلغت بتاع البليلة على آخر لحظة كانوا خلاص طالعين ولما لقوا الاشتباكات كده المسيرة تلغت كانت تبقى قدام سبيرو هو الأسف هي طبعا احنا كلنا يعني تقبين أرواح الشهداء دي حاجة كلنا بنقيدها لكن التوقيت نفسه يمكن هو اللي كان خاطئ شوي التوقيت بتاع المسيرة تطلع عن بارها وهنا عندنا عارفة الأصابع الخفية والموجودة والناس المندسة اللي احنا مش عارفين نوصل لهم مش عارفين من اللي لابس طقية الإخفة ده وعايزين يعني الراحل اللي عبدنا إمراهيم يجبنا سر طقية الإخفة من اللي بيشعل الحاجات دي مجهولين ومش عارفينه ومش عارفينه تقال طفل صغير وتقال حاجات كتير طفل صغير رامة طوبة يعني بدأت كده بس طبعا ده كلام لا يعقل يعني هي فعلا حاجة محزنة نيبقى فيه مسيرة في شبرا مبارح عشان تقبين الشهداء وفي الآخر تنتهي باشتباكات ويحصل كمان فيها مصابين فإحنا بنتمنى طبعا ده ما يحصلش وفي نفس الوقت إحنا معظم المصريين محافظين على سلمية المظاهرات ومسلمية المسيرات اللي بتحصل فنتمنى طبعا ما يحصلش أي اشتباكات والعنف وأنا شايف أن الرموز القبطية بتهدي من الموضوع شوية وفي بعض الرموز القبطية قالت أن ما كانش توقيتها المسيرة ما كانش لها أي مبرر أو كده والإصابات الحمد لله أنها كلها طفيفة جدا ومعظمهم ممكن فيه حال أو حالتين لسه في المستشفى طيب خلينا نروح لجريدة المصري وإسرائيل تنشر أجهزة استشعار متطورة لمراقبة سينة وممكن كمان كنا قررين قبل كده أنه بيشوفوا إزاي إمكانية مراقبة سينة فعلا وممكن ده كان قرار موجود في اللوبي الأمريكي هو صعب كل أجهزة الاستشعارية زيت لغاية العمق 3 كيلو في سينة و3 كيلو طبعا دي منزوعة السلاح ومنزوعة كل حاجة عندنا 50 كيلو المنطقة الأولانية منزوعة السلاح فما أظن الشندي هتأثر في أي حاجة خالص ممكن هم يكونوا عمينها علشان يشوفوا التهريب أو عملية التهريب اللي بتيجي عبر الحدود الإسرائيل تهريب الناس الأفرقة مثلا اللي بيعدوا أو كده لكن هي طبعا المخابرات العسكرية هي اللي بتعمل الأجهزة ديت وده هتبدأ من الأول يناير اللي جاي لكن يعني ما بدأتش وردي لكن هي ما أظنش أن هي معمولة لأي خطط عسكرية يعني الحاجات دي يعني استات كيلو ديت ما فيهاش حاجة خالص دي كيد منزوعة السلاح وكيد منطقة صحراوية كلها أكيد يمكن فعلا إسرائيل متخوفة جدا لأن مصر بعد سروط 25 يناير مختلفة تماما عن مصر قبل 25 يناير في ممكن حالة الزعر اللي موجودة في إسرائيل خايفين من تسلل سواء أفرقاء أو سواء مصريين أو ممكن يكونوا متخوفين من أي مظاهرات توصل على الحدود لأن تلك كيلو ممكن خايف حد يعدي من الحدود ديت فدي رصده المظاهرة في أولها خلينا نروح لخبر تاني عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح المتافئة أحداث ماثبيرو والدة علاء عبد الفتاح القائمون على السلطة قتل وجلدهم تعالي خضر وتصريح حد شوية يعني هو طبعا والد علاء عبد الفتاح ده رجل ناشط حقوقي قديم ورئيس مركز حقوقي كبير لكن التصريح طبعا أنا شايف أنه حد قوي وأنا شايف أن الأجيال اللي طلع أبناء الناشطين سواء سياسيين أو حقوقين أو كده كلهم هتلعوا زيهم يعني كلهم هتلعوا زيهم بس أنا أتمنى أن الحدة نفسها تبقى أقال شوية أنا كنت أتمنى أن علاء عبد الفتاح يقبل أنه هو يتحقق معاه أو يقول أخواله يقضي أخواله يعني وهو رفض المحاكمة العسكرية بصفة عم إنه يتحكم محاكمة عسكرية لكن يقول أقولها ممكن تتبرق وممكن ما تتبرقش عيف أنه بس هو يعني الطبيعي إن الواحد يتحكم قداما القاضي المدني بتاعه ومش القاضي العسكري بس أنا دلوقتي أنا أتحطيت في الموقف خلاص وفي قانون يعني في قانون وفي أعلان دستوري وفي حيات كلها ما بتقول إن في محاكمات عسكرية لأي حد يتعرض لشخص عسكري أي حد يقدر يسيء للمؤسسة العسكرية فإذا كان هم محاولين والقضية ديت فأنا مش شايف إنه هو ممكن يخلص الموضوع على طول ويبرق نفسه وكل الناس هترفع للقبة على ساعتها هذا رأيي طبعا رأيك وخلينا نروح لجريدة الشروق وطبعا إحنا عارفين إن أحمد شافيء وزير الصابق رئيس الحكومة السابق مترشح دلوقتي للرياسة وتصريح عن لسانه مصر محتاجة موقف رجولي وأنا أفضل المرشحين للرياسة موقف رجولي يقصد به عودة الأمن عودة الأمن إن الأمن يرجع والناس يبقى فيه عقوبات راضعة لليه يتعدى على الأمن وبيقول إن فيه عقوبات راضعة للأمن اللي يتعدى على المواطنين قال أي عسكري حد يتعدى عليه ده ياخد عشر سنين على طول سجن وبيطالب بكده والعكس في نفس الوقت حتت إنه هو أفضل المرشحين هي يمكن ديت جاية في سياق الكلام إنه هو قال أنا مش هترشح أو ممكن أسحب قبل كده يتوصل حد سابقة إلا لو لقيت حد أفضل مني فهو بيقول أنا خلاص أنا لقيتش حد أفضل مني فأنا أعلنت الترشيح عنه أو متى الأيام اللي جاية هتشهد حرب أعلامية ما بين المرشحين السياسيين للرياسة أو حتى ما بين الأحزاب ابتدائنا نشوفها فمصر بديدة زي ما بيقولوا يعني ومجريز الشروق البردعي ومرشح المحتمل للرياسة كمان على شفيق أن يقدم شهادة وفاة للثورة إذا ترشح للرياسة هو ده اللي كنون ببناء لي من شوي هو شايف إن إحنا إن دكتور رحمد شفيق من رموز النظام السابق وكده وإن هو أقطع بالترشح وشايف برضو في نفس الوقت إن مرحلة الانتقالية دية فشرت وسمها حتى في الكلام إن هي مرحلة انتقامية مش انتقالية إن السلطة الحكمة بتنتقم من الشعب فهو شايف إن لو أحمد شفيق اترشح أو تولى المنصب رئيسة الجمهورية ده يعتبر لمثابة شهادة وفاة للثورة المصرية أحمد سامي متولي صحف جريد الأهرام بشكرا حيكا لو وجودك معنا النهاردة شكرا ندي ونطمئنا طبعا اليوم النهاردة يعدي على خير بإذن الله